وضمن خارطة الاملاءات وفيما تتضارب المعلومات عن سفر القيادي في الاتحاد الوطني قباط طالباني إلى أنقرة للتهديئة بعد قصف مطار سليمانية بعد مشاورات مهمة أجرها مع نائب رئيس المخابرات التركية خلال تواجده بزيارة رسمية في بغداد يتوقع المتابعون انفراجا قريبا في هذا الملف بعد وساطة تقوم بها طهران وبغداد مع أنقرة شروط التهديئة الجديدة تعتمد على ضمانات بوقف نشاطات حزب العمال الكردستاني في السليمانية وإعادة رسم خارطة النفوذ السياسي والأمني فيها مع الأخذ بنظر الاعتبار رفض اتلاف دارة الدولة أي توجه للتشويش على الشراكة الجديدة مع أربيل فيما دعا قيادي في الاتحاد الوطني سعد بيرة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون والحوار مع الديمقراطي الكردستاني لتحقيق مطالب المواطنين